حيث شايف أنه الناس ليه تتابع الحوار الوطني للأسبوع التالت؟ إيه اللي ممكن الناس تكون أخدته من متابعتها للحوار في الأسبوعين اللي فاته علشان يتابعه في الأسبوع التالت؟ يعني هذا سؤال عظيم للغاية ويتعلق فعلا بسؤال جماهيري الناس دايما بتسألوا البعض إحنا ليه نتابع الحوار الوطني وممكن نستفيد منه وبالتالي إحنا أمام هذا السؤال لابد أن يعني تطرح إجابة وفية يعني تغني الناس ويحاولوا من خلالها أنهم فعلا يتابع الحوار الوطني وهذا ما نتمناه أن يبقى لدينا متابعين بالملايين من كافة جمهور الشعب المصر وتنوعاته أنهم يبقوا متابعين ويخلينا نؤكد في البداية أن لدينا قضايا تهم المواطن اللي بيسأل بمعنى لو أنا رايح النهاردة بتكلم عن قضايا التعليم فهذه قضايا جماهرية بتتحدث وبتهم المواطن بشكل مباشر اللي يخلي المواطن يتابع الحوار الوطني لأننا نتكلم عن الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة في البلد فهنتكلم عن الموازن العامة للدولة هنتكلم عن الغلاع والأسعار هنتكلم عن التدخم هنتكلم عن أوضاع أخرى في المحور السياسي في المحور المجتمعي فالإجابة الحقيقية بتقول أن المية و 13 قضية اللي موجودين داخل الحوار الوطني 113 قضية بيعبروا عن يوم المواطن بمعنى أن المواطن أول ما بيصحى الصبح بيود ابنه المدرسة أو رايح مثلا يكشف له أو ماشي على طريق أو بعد كده بيحاول يتابع أموره المادية وموازنة البيت بتاعته النهاردة يعمل فيها إيه ويصرف منها إزاي هو ده الحوار الوطني الحوار الوطني بيتكلم فعلا عن قضية التعليم بيتكلم عن قضية تمين الصح بيتكلم عن قضية الشباب بيتكلم عن قضية السكانية بيتكلم عن قضايا التمسك والأسر يعني لو قدر الله في أسر على دايها مشاكل فإحنا الحوار الوطني بيتكلم عن المشاكل دي بيتكلم إن إحنا بنقول إحنا نقدر إزاي نواجه ظاهرة الطلاق إن إحنا إزاي نعمل موضوع زي الوصاية واللي كانت بتنقش الدراما في رمضان الماضي في مسلسل الفنانة مونة زكي فبالتالي كل القضايا من أول ما بيصحى الصبح لحد ما بينام بالليل هم 113 القضية اللي موجودين داخل الحوار الوطني إحنا الأسبوعين اللي فاتوا كنا يعني شغالين في 13 اللجنة كانوا على مدار 24 جلسة اليوم حد 3 خميس كل يوم أربع جلسات جلستين للجنة كنا بنقش كثير من القضايا عشان كده إحنا حتى الأسبوع اللي فات قلنا للأمانة الفنية والمناصق العام قال إحنا طب إحنا لو مشينا وراء بعض يوم يعني أسبوع وراء أسبوع العملية كده ممكن ما توصلش إن إحنا نطلع توصيات عشان كده الأسبوع اللي فات الأمانة رأيت إن إحنا لأ نقعد ونعمل جلسات مغلقة وندور على التوصيات الحقيقية فمنبقاش بنتكلم في المجموع دون أن نخرج بنتيجة منطقية تفيد المواطن وبالتالي عشان المواطن لما نرجع الأسبوع اللي جاي بإذن الله يبقى معانا في الصورة إحنا ماشيين إزاي ودخلين بلجان جديدة زي لجنة شباب الصحة هتبقى أول لجنة لهم يوم الخميس المقبل 8 يونيو بإذن الله وحتى لما يعني كان عدى أسبوع وإن خلاص يعني الأسبوع حيبقى توصيات بس والأمور يعني ماشية في هذا الصياق لكن يعني سادة الرئيس عززنا وعزز الحوار الوطني بتوجيه سيادته للحكومة أنها تحول اللي هو إنشاء بالنشاء المجلس الوطني للأعلى للتعليم والتدريب وده كان ليه جلسة استثنائية جلسة استثنائية بالفعل أنها لم يكن مخططة لها حتى اللايحة عندنا في الحوار الوطني بتقول أن إحنا لو في أحداث طريقة أو أحداث استثنائية ممكن نعمل لها جلسات خاصة بعيد عن الـ 113 قضية يعني إحنا هنا ما بنكتفيش حتى بأن إحنا وصلنا ألاف المقترحات فبيعا عندنا 113 قضية منهم لا لو فيه موضوع استثنائي أو موضوع طارق يعني بالضبط يعني قولا وحدا وأظن أنه ده هيحصل بشكل كبير للغاية لأن دايما الأوضاع مصر بلد ولادت أخبار ومنتجة أخبار خلال العشر سنين الفاتوا أو الاثنشر سنين الفاتوا فبالتالي أظن ربما نواجه أوضاع استثنائية وأمور يعني تدفع أن نناقش داخل الحوار الوطني وكان أحد هذه الأمور اللي سيدة رئيس وجه الحكومة المصرية أن هي تبعث المشروع القانوني الخاص به المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني عشان ينقشوا قبل ما يروح البرلمان وبالفعل عقدت جلسة استثنائية يوم الأربع و 31 مايو الماضي وكان موجود فيها عدد من الخبراء والشخصيات وكذلك من المقرر ومقرر مساعد وأعضاء الحوار الوطني يعني اللي كانوا بيموجودين في خلال الجلسات اللي فاتوا لكن هنا اللي كانت الميزة بقى أن نحن نعمل إزاي مجال مغلق أكتر من الخبر والشخصيات العامة يقولوا رأيهم في هذا المجلس وكمان كانت مقتلحات عظيمة وأنا حضرت الجلسة من أول ما بدأت الصبح الساعة 12 لحد الساعة 7 أو 8 بالليل وحتى الجلسات يعني من الميزة فيها اللي أنا لحظتها خلال الفترة يا فاتوا إن إحنا حتى مش ملتزمين بفكرة الوقت بمعنى إن إحنا مش بنبدأ 12 ونخلص 3 ولا بنبدأ 4 ونخلص 7 حسب الجدوى لا إحنا الموضوع بقى ممتد لأن إحنا دورنا أو رؤيتنا إن إحنا إزاي نسمع كل الناس بقى عندنا رؤية إن إحنا كل الناس اللي موجودة دي تطرح رؤيتها تتكلم بشكل حقيقي ومضمون حقيقي عشان نقدر نفيد المواطنين عشان كده كل واحد بيتكلم في الحوار الوطني سواء بقى شخصية عامة خبرة متخصصين أو حتى مواطنين لأن لدينا مواطنين بيشاركوا في الحوار الوطني في الجلسات الحوار الوطني وبندعوهم على المنصة إن هم يتكلموا يقولوا رأيهم خلال الفترة فاتي الناس دي كلها لما بتتكلم هي برغبتها أن يتفيد المواطن فلما نحن بنقش مجلس وطني الأعلى لتعليم والتدليم هنا بنتكلم على منظومة تخص التعليم كله بمعنى التعليم الأزهري جنب التعليم العام برضو طيب الملاحظة واضحة للناس نحن هنا مش بنيجي على دور مؤسسات الدولة اللي ولا الحكومة ولا المجلس النوار مجلس الشيوخ وبعد ذلك الحكومة ممثلة أصلا بحوار الوطن لكن نحن بناخد خطوة أولى قبل مجلس النوار مجلس الشيوخ إن نحن بنحط العقول دي تبدأ تقول رؤيتها في فلسفة القانون وهنا الفلسفة بتقول هل المجلس ده إيه كان ينونته إيه وضعه ممكن نزود إيه ممكن نعمل إيه ممكن تصوراته زي قبل ما يروح مجلس النوار مجلس الشيوخ عشان يكمل دوره المؤسسي اللي احنا كلنا مؤمنين بنيه والحوار الوطن نفسه بيؤكد طول الوقت على هذه النقطة إن مؤسسات الدولة بشكلها القائم هي بتمارس صلاحياتها وإحنا دورنا إن احنا بنخلق أو بنساعد في الفلسفة العامة للدولة المصرية عشان نصل لمنتج حقيقي يقدر يفيد الناس